إسرائيل تنشر 477 إسماً لسجناء فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم قريباً القائمة تحتوي على أسماء 27 سجينة نشر لائحة السجناء سيتيح المجال أمام أفراد أو منظمات لرفع الطعون في الإفراجات أمام المحكمة الإسرائيلية العليا ضمن مهلة قانونية من 48 ساعة رغم أن جميعنا يرغبوا بعودة جلعة شليد إلى منزله علينا استخدام القوة للإفراج عنه وليس عن طريق الاستسلام للإرهاب وإطلاق صراح أشخاص قتلوا 600 من اليهود مصادر تابعة لحركة حماس أكدت أن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعة شليد سيسلم للجانب المصري بالتزامن مع الإفراج عن السجناء ودون تدخل من اللجنة الدولية لصليب الأحمر بنقله